يبدأ اليوم استفاء الرسم الجمركي على سهر صرف جديد 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلاً من 1500 ليرة، تنفيذاً لقرار وزير المالية يوسف الخليل. السعر الجديد للدولار الجمركي سينتج عنه ارتفاعاً في أسعار السلع وبنسب مختلفة. وبالمقابل، ثمت سلع قليلة مستثنات من الدولار الجمركي، منها الحبوب والسكر والأرز وبعض المعلبات. فأمام أي واقع سنكون إذ لم يعمد إلى إصدار جداول الإعفاءات وتشديد المراقبة، علماً أن باقي السلع تدفع رسماً جمركياً ما بين 5 إلى 30%. في عنا خطر أكبر هو عدم إدرة المواطن اللبناني أنه يشتري السلع اللي بده يأكل من وراها أو بده يشتغل من وراها أو لعيزها لحياته اليومية. وهي السلع من المستحيل أحصاء تحت قائمة أو شو ما كان من هؤلاء المسميات التي تستخدم عادة. اتخذ هذا التدبير في إطار السعي للحد من استغلال فرقات الأسعار وتخفيف التشوهات والخسائر التي تتكبدها الخزينة، بحسب وزير المالية. في الوقت الذي تسعى فيه الدولة اللبنانية إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية مختلفة. وبالتالي رفع الدولار الجمركي بهيدا الشكل واحد ما بيكون حل مشكلة تعدد أسعار الصرف لأن بعد في عنا أكتر من سعر صرف عم نشتغل على أساسهم. والتنين بيكون زاد كلفة المعاشية على المواطن اللبناني. وبالتالي كان الأجداء إما الغاءة كليا وتصحيح خطأ وجود الضريبة الجمركية من الأساس أو تخفيضة بشكل كتير كبير وتوحيدة بشكل أنه منسكر باب التهرب الجمركية تحت لعبة أنه في كل سلعة معفية أو مش معفية وبتمرق السلعة المش معفية على أساس أنه هي معفية. وساعتها فيك تستعمل منصة سيرفة كأساس أو حتى سعر الحقيقة للدولار بلا ما يكون في ضرر هائل على المواطن. وفي ظل محدودية أطر المراقبة الفاعلة وعدم الوضوح الكامل لآلية العمل نهيك عن قيام التجار مؤخرا بعملية استباقية لاستيراد كميات كبيرة من السلع. فهل سيتطابق حساب الحقل مع حساب البيدر؟